نعم منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة آلاف العائلات النازحة تتوافد باتجاه المنطقة الغربية من منطقة بلوك 128 في المنطقة الواقعة في محيط مستشفى شهداء الأقصى هنا وسط قطاع غزة وسط مدينة دير البلاء هذه المنطقة الآن باتت تخلي منازلها باتجاه المنطقة الغربية ومن ضمن مناطق الإخلاء هي منطقة مستشفى شهداء الأقصى نتحدث عن منطقة فيها ما يقارب من 15 مركز رسمي وعشوائي خاصة وأنه على مقربة من المنطقة الشرقية من شارع صلاح الدين ومستشفى شهداء الأقصى يوجد أكثر من 6 مدارس حكومية رسمية ثانوية وإعدادية فيها آلاف العائلات النازحة من مدينة رفع ينوب قطاع غزة الآن باتت هذه العائلات تتجه إلى المنطقة الغربية من دير البلح بدون أي مأوى بدون أي مقاومات بدون أي وجهة بدون أي مساعدة من أي مؤسسات رسمية تعمل على استقبال هذه العائلات هنا نتحدث على أن مساحة الإخلاء تتسعى ومساحة العمليات العسكرية الإسرائيلية باتت تتوسع الجيش الإسرائيلي سيطر على كل المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح بالإضافة للسيطرة الكاملة على المنطقة الشرقية لمدينة خنيونس نصف مساحة مدينة خنيونس الآن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي وبالتالي هذه المنطقة ليست فقط هي المنطقة التي يجري فيها عملية قتال بل أن عائلات كثيرة على بعد عدة كيلومترات من هذه المناطق مناطق القتال تضطر إلى النزوح والمغادرة لأن طائرات الكواد كابتر تلاحق هذه العائلات الموجودة في المناطق التي يقول الجيش الإسرائيلي على أنها مناطق آمنة ولكن طائرات الكواد كابتر تطلق النار على السكان في مناطق الآمنة المحيطة في مناطق العمليات والقتال سواء كان في مدينة دير البلح أو كان في منطقة مدينة خنيونس وبالتالي هذا يدفع كل العائلات إلى النزوح إلى المناطق الغربية هذا الحمل يتحمل هو السكان لا يوجد أي مؤسسة تعمل على استقبال هذه العائلات أو تقدم لهم الخدمات أو حتى تقديم الخيام لهذه العائلات كل شخص يحمل على عاتقه تأمين عائلته ويحمل على عاتقه نقل أغراضه وخيامه وكل الخيام الموجودة في هذه المراكز هي مصنوعة من النيلون ومصنوعة من القماش وبالتالي الأب يضطر إلى النزوح مرة ورتين وثلاثة في بعض العائلات يعني اضطرت إلى النزوح عشر مرات وتتحمل العبء والمصاريف والتكلفة على نفقتها الخاصة نتحدث عن حرب تستمر للشهر العاشر على التوالي على قطع غزة وبالتالي العائلات ليس لديها الأموال من أجل التنقل مرة ومرتين وثلاثة من منطقة الأخرى وبالتالي حسب ما نشاهد في الشارع أمام مستشفى شهداء الأقصى فإن غالبية العائلات تتنقل مشيا على الأقدام بعدما سائمت من هذا الحال بعدما نفذت كل الأموال من هذه العائلات تتجه إلى المنطقة الغربية حتى أن هذه العائلات باتت تصل إلى شاطئ البحر وباتت هذه الخيام ملاسقة من مسافة سفر على أمواج البحر الموجودة في المنطقة الغربية الساحلية سواء كان مدينة دير البلح أو في المنطقة الغربية لمدينة خانيونس الوضع الكارثي في ظل توسيع مناطق القتال دير البلح في منطقة خانيونس تقدم الدبابات باتجاه المنطقة المحيطة بشارع صلاح الدين القريب من هنا من مستشفى شهداء الأقصى الوضع الكارثي في ظل التقدم قد يخرج هذا المستشفى عن الخدمة بشكل كامل ونتحدث هنا عن انهيار متوقع لعمل الطبي والصحي هنا في مدينة دير البلح نعم نشكر لك كل هذه التحديثات أريد منك جواب سريع إذا أمكن حول ردود فعل الشرع الفلسطيني بعد فشل التوصل إلى هدنة ولو مؤقتة في مصر يعني جزء من السكان هنا في مناطق جنوب قطاع غزة ما زال لديه الأمل على أن يكون هناك فرصة مؤقتة إنسانية على مدار الأيام المقبلة من أجل تنفيذ حملات تطعيم ضج الأطفال للعائلات الموجودة والمتكدسة في مناطق جنوب قطاع غزة وهناك أيضا عائلات سائمت وفقدت الأمل بالوصول إلى فرصة لاتفاق لوقف اطلاق النار خاصة نتحدث عن جولات لأكثر من أربع جولات لمفاوضات لوقف اطلاق النار لم تنجح هذه المفاوضات سوى مرة واحدة في بداية الحرب على قطاع غزة وبالتالي باتت أقلم نفسها هذه العائلات على نصب خيامها وإعادة تأهيل هذه الخيام لأن تستمر لوقت أطول لأن القادم حتى هذه اللحظة مجهول وعدم الوصول إلى فرصة لوقف اطلاق النار هذا يؤدي إلى مزيد من الأحباط لدى هذه العائلات